اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعلى العاقل أيها الإخوة أن ينصف أذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفهم واحد لكي يسمع أكثر ما يتكلم لأن اللسان هو المورد للإنسان موارد العطبي تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله أعقل الناس هو الذي يعد كلامه عد لذا في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء تكفر اللسان تكفر اللسان يعني بتترجع تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي يراه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين فخذيه وهو الفرد أضمن له الجنة فلابد الإنسان أيها الإخوة أن يحاذر وأن يحذر من كلامه ومن لسانه ومن منطوقه لأن هذا الكلام أنت ستسأل عنه أمام الله عز وجل لأن النجاة لا تكون إلا بالصمت في حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما سأله عقبة قال يا رسول الله من نجاة قال أمسك عليك رسانك أول حاجة أمسك عليك رسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أمسك عليك رسانك مكمن النجاة في لزوم الصمت فالإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يحذر من ذلك لذا لما دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر فوجده ماسك بلسانه فقال له عمر ما لك أحمك الله فقال له أبو بكر هذا وأشر إلى لسانه قال هذا أوردني الموارد لساني أعمل لمشاكل كبيرة جدا هذا أوردني الموارد وكذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول من كثر كلامه كثر سقطه اللي بيكلم كتير بيغلط كتير ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به إذن الإنسان يحاول يقلل من كلامه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله الذي لا إله غيره ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان لو كان في شيء على ظهر هذه الأرض وتلك البسيطة ينبغي عليه أن يحبس وأن يسجن فهو اللسان ما ذل ذو صمت وما من مكفر إلا يزل وما يعاب صموته أبدا الناس عمرها أبدا أخوانا ما بتتضدر مثلا أو تتدايئ من الإنسان الصموت اللي هو كثير أو طويل السكوت وما من مكفر إلا يزل وما يعاب صموته إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه لياقوت فالصمت در زانه لياقوت وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رحمة الله عليه قال ما بلي أحد في دينه ببلاء إن أضر عليه من طلاقة لساني إن لسانه يكون مطلاق اللسانه يتكلم في كل حاجة ما يبطلش كلام اللسان العقلي يا أخوانا زي ما قلت هو الذي إيه يقلل من كلامه أقلل كلامك واستعذ من شره إن البلاء ببعضه مقرون واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون وقل لسانك بالفؤاد وقل له إن الكلام عليكما موزون فزناه وليكم محكما ذاقلة إن البلاغة في القليل تكون أبلغ الناس والذي يعد كلامه عدا وتأمل قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب والعلماء يقولون أن النكر في سياق النفي تفيد العموم النكر كلمة قول في سياق النفي اللي هو ما ما من قول يلفظ به الإنسان إلا لديه رقيب عتيب قلتها ليه وأصدق بها إيه الكلام ما بيعديش عند ربنا كده وخلاص يعدي عندي وعندك أنا وإنت نعدي البعض ماشي لكن عند ربنا لا ما بيعديش عند ربنا ستكتب شهادتهم ويسألون ولا تتهاون بالكلمة ما تقولش كلمة وعادي كلمة وخلاص لا في حديث أبي هريرة الذي راه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد تأمل لا يتكلم بالكلمة تخيل بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات تأمل وإن العبد لا يتكلم بالكلمة تخيل بإيه بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفة بإيه بالكلمة علشان زي ما قلتلك ما تتهونش مش كلمة وخلاص كلمة وهتعدي مشيها وعديها ده الكلام ده عندنا احنا لكن عند ربك لا ما بيعديش لازم إنساني اخوانا يحذر والكلام كما يقول أهل العلم على أربعة أقسام القسم الأول ضرر المحض القسم الثاني نفع المحض القسم الثالث كلام فيه نفع وضر القسم الرابع كلام لهو نفع ولهو ضر ضر اللي هو إيه الفضول فضول الكلام النوع الأول اللي هو النفع المحض ده الإنسان يكثر منه واحب يقرأ قرآن واحب يذكر ربنا واحب يسبح وهكذا يعني إيما ده نفع محض طيب وبعدين ضرر محض اللي هو الكذب والغيبة والنميمة والغش والحسد والحقد والغل كل هذه كل هذه أوزار وذنوب وكلها أمراض ثم بعد ذلك الكلام اللي فيه نفع وضر كلام بقى فيه خير وشر يحاول بقدر المسلطان يقلل من الكلام اللي فيه شر ويكثر من الكلام اللي فيه خير طيب كلام فيه لهو نفع ولهو ضر اللي هو إيه بقى اللي هو فضول الكلام الكلام اللي مالوش لزمة الكلام اللي مالوش معنى في ناس هو عايز يتكلم وخلاص مش يبقى قاعد في الجلسة كده وقاعد ساكت والناس كلها عملا تتكلم وقاعد ساكت لا لا يلازم يقول أي حاجة ما لازم برضو إخوان إخوانا الإنسان يحاذر من ذلك لو فضول الكلام اللي هو الكلام اللي مالوش لازم ده مالوش قيم لازم إنسان يا إخوانا يحاول بقدر المستطاع أن يحفظ لسانه واعلم أنك ستسأل عن كل لفظات وعن كل كلمة أنت تقولها يقول أحد السلف صحبت الربيع بن خثيم عشرين سنة فما سمعت منه كلمة تعاب كلمة أقول له لا دعين دي ما تطلعش منك انت عشرين سنة يا إخوانا عشرين سنة وقال أحدهم صحبت عبدالله نعون خمس عشرة سنة فما أظن أن الملائكة كتبت عليه شيئا تخيل خمستاشر سنة ما أظن أن الملائكة كتبت عليه شيئا ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله كما في حديث أبي هريرة الذي روح الشيخان قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أنت يسعك السكوت وما يعاب صموته الناس مش هتقول ده ما بيتكلمش ده قاعد ساكن لا الناس أصلا بيت تتضجر بالإنسان اللجوج إنسان لكثير الكلام الناس أصلا بتتأفف من يقولك فران هايجي صدعنا فران هايجي كل دماغنا فران هايجي دوشنا وهكذا لكن وما يعاب صموته أبدا إطلاق فالإنسان العقلي يا إخواننا هو الذي يقلل من كلامه ويطيل الصمت فإن الصمت يكسب المحبة والوقار ومن حفظ لسانه أراح نفسه من حفظ لسانه أراح نفسه أراح نفسه نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا ورشدنا وأن يرزقنا أياكم حسن الصمت وجميل السمت ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضي وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته